السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشروع اخر او الاخوة الان امدوا الجولة دينا بالجانبات دياله شكونا وارد المشروع اخي المشروع بالنسبة الناس الاخوة اللي ممتبعينش معنا هذا كذلك قد يكون عبارة هنا يكون عندنا برج ومعها العديد الاخوة من يعني المنشآت او العديد من البنايات الهدف ديالها كامل كل شي يعني تيخدم قطاع الصحة والاستشفاء بمعنى هنا غير يكون عندنا برج تابع او برج المستشفى الجامعي الدولي التابع لمؤسسة محمد السادس للصحة والعلوم الشركة التي تكلفت لنا بالبناء دياله هي شركة بماروك هات الشركة الاخوة اللي سبق لنا واشفناها كذلك في مشروع ضخم مشروع ما زال حديد الساعة على وهو الكاروسيل اذا الشركة اللي بنات لنا الكاروسيل هي نفسها اللي سبق لنا ان شاء الله هاد البرج ياك الاخوة وكل يعني ما سيكون معه من بنايات اذا ايوا الطيبون الكرام الاشغال والحمد لله بشاتب واحد لواتيرة مرتفعة ومتسارعة يعني في اللول الخدمة شنو كانت الاخوة الخدمة اللي كانت في اللول هو انه الحفير وانه يعني نوصلوا كما تعرفوا باش يوصلوا للقاع التحت باش يمكن لهم يبنوا يبنوا في الاساس فعلا انك الشيلي كان الاخوة كان هنا واحد لاسطول ديال الشحينات يعني استطول شي داخل شي خارج يعني واحد لاسطول هنا تكون واقف لحوصل حض انه مالقاهش الحجر للاخوة يعني الارض هاذي كاملالورش ليحوصل حض انه مالقاهش الحجر لان الحجر صراحة انه وتشكلهم عائق وتتقل الخدمة من الحوصل الحض أنه مكنش الحجر كان يعني هي التراب يعني الاتريبة زربو عليها كيما تنقول احنا بضل المصطلح هذا الخدمة شارجي 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 سير 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 وانطلقت عملية البناء في الاول كيما الناس اللي متبعين معي ركنوا بدووا بثلاثة ديل القروة ثلاثة ديل القروة يشفنا القروة وقفوا صافي عرفنا الخدمة رابدات ديل اللي بني الانا الاخوة روصلت تقريبا نية سبعة يتمنية ديل القروة اعتدر منكم الاخوت اذا الخدمة الاخوة نشتب واحدة واتيرة متسريعة دليل على انه يعني الوقت اللي معطيهم وقت محدد ووقت ضيق الاشغال كذلك الاخوة فاد الورش رمتات توقفش طيلة ايام الاسبوع هادر الاخوة سنصوروه اليوم الاحد وهنا تقريبا نرى الساعة الوحدة واربع والخدمة عاد خارجين فيما يخص الاخوة بيماروك بيماروك نبغي نقول واحد الملاحظة للحظة اما هي من خلال الورش دي الكاروسيل ومن خلال الورش شركة منظمة الورش تيكون منظم الادارة محطوطة في بلاسة الآليات والشاحنات محتوطين في بلاسة وفيما يخص يعني المرافق الصحية محتوطين في بلاسة البلاسة اللي في هالسونطر عبيطة محتوطة في بلاسة كل حاجة شدة بلاسة البلاسة اللي في المواد الأولية بعدها كل حاجة الاخوة شدة بلاسة تشوير كما شتوا معي فالجانبات تشغير في الجانبات. الشركة يعني راكم مشيول اخوة يعني اللوغو ديالا. كينين بينين ما ما شي ما تعرفش شيكون خدامين ايا. لا بي ماروك را ديرا بي ماروك. صافي. صراحة الاخوة شركة منظمة وشركة معروفة ورائدة في مجال البناء. مشكونوا الواضحين الاخوة والهندسة المدنية. معروفة. اذا ايوة طيبون الكرام. نتمنى مع الله سبحانه وتعالى ان الفيديو اراق لكم وعجبكم. انا نخليكم الاخوة مع فصل الموسيقي. وبالي غالي ترجع لشي حاجة باش مغي نشرح عليكم. را قد نشرح عليكم. باش ما نطولش عليكم الاخوة. اشتركوا في القناة. نحن عدنا اليكم الاخوة من جديد. انا الان اريد ان ادر لكم واحد الاطلالة ولو خفيفة على السنتر ابة تن. اي اللي تتخدم فيها الخراسانة. كما تتعرفون معي بعض المشاريع يريد ان يتخدموا الخراسانة عندهم في الصنطر لهم يعني في الورش كما الآن تنظرين في برج المستشفى الجامعي ابن وسينة عن نفس طريقة خدمين بها هنايا يعني في المستشفى الجامعي الدولي هو أنه كما تتشوفوا معي الخراسانة تتخدم عندهم هنايا يا إخوة كيف تتخدم الخراسانة الخراسانة الأخوية عبارة عن مجموعة من المواد كما تنقولوا حينيا تتخدم يعني بطريقة معينة الاخوة هم اللي عارفينها يعني كل حاجة عارفين تحل العبارة لها تتخدم هنا اياه كما تشوفوا معاييرها المواد الاولية يا راه الاليات راه يعني الصنطر اللي تتخدم فيه اللي تتحط فيه كما تقولوا احنا التخليطة وفي الاخر تيخرج لك الخرسانة هنا الاخوة تتخدم هنا تير بحول وقت تير بحول وقت ما تبقىوش تسنى والشاحينات وعارفين احنا صراحة هنا شوية فيها الحركة المرور وطريق صغيرة لهذا صراحة يعني الناس اللي فكروا انه ميدروا الصنطرابيط هنا عندهم يعني صراحة الناس ادكية وادكية بزاف وعد وحتى البلاصة اللي دارو فيها الصنطرابيط فهم ادكين لأن هذه البلاصة قريبة للشانطة من هنا ضغياتها تتخرج المدار اللي قريب منه مش جلة لسوكينة تتخرج ضغياتها للطريقة الكبيرة واكيد ان الاخوة صراحة تنتظر المواد الخام ترجمه قليم بالليل بالحتي تكون يعني حركة تسير قليلة ويعني حركة ستكون يعني ضعيفة وضعيفة بزيف وعن. اذا الاخوة سنترابيطون وحاولنا نصوره لكم من جهة اخرى. يعني انا الان خرج للطريقة دي الحياة الرياض. عندما تتشوفوا معي الاخوة الاجواء كيفاش دايرة. تحاول نصوره لكم. وخالي اخوة صراحة يعني كين اشيعة الشمس. هذا الاخوة والسنترابيطون كيما قلت لكم كيما كين هنا يعني نفس هاته السنترابيطون كيما تتشوفوا معي اللي كين هنا في هذا الورش. ارا هو اللي كين في ورش يعني مستشفى ابن سينا. اذا ايوة طيبون الكرم انتمنى عباد الله نكون قد وفقت في تصوير هذا الفيديو. تنعتدر منكم على يعني ردعة الصوت ديالي صراحة لانه ما زلنا الاخوة نعني ومن نتائج مخالفات كيما تنقلوا المنزلاء حافظا الله وياكم. وانا الاخوة راتشوفوا معي القروات حاولت نصورهم لكم يعني باش تعرفوا ان الورش ارا كيما تبارك الله ومشاء الرحمن عامر قروات الاخوة عامر بالرافعات الدخمة كيما تتشوفوا معي. في الاول الى عقلتوا معي ناس لارجعوا معي. ارا نارجتي معي الفيديوهات الولين. ارا كانوا ثلاثة القروات. الان الاخوة احسب معي اشح من القروة غادي نكونوا مصورين. ارا تقريبا يا سبعة يا تمني دي القروات الاخوة. ارا كل وحدة تتمدل الاخرى كل وحدة تتمدل الاخرى يعني صراحة ما شاء الرحمن وتبارك الله. اذا ايوة طيبون الكرم معلينا اذا نتمنى التوفيق للشركات المغربية وللعمة المغربة تنقلهم تبارك الله عليكم. ودائما وابدا اللهم عز الاسلام والمسلمين. الله مرحم الشهداء. الله محفظ دولتنا وشعبنا وملكنا من كل سوءنا ومن كل شر. كان معكم اخوكم السلويني وزمن عاصمة المملكة المغربية الرباط. تحياتي لكم ومنتقنا فيديوهات اخرى ان اراد المولى عز وجل. اشتركوا في القناة